موسيقى أهلا بكم أغلقت صناديق الاقتراع مساء اليوم الأحد بعموم مدن العراق لتنتهي بذلك عملية التصويت في الانتخابات الخامسة التي تشهدها البلاد منذ الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ونواصل المشاهدين الكرام تغطيتنا المستمرة الخاصة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق مع إعلان مفوضية الانتخابات إغلاق الصناديق ومراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد وعدم التوجه لتمديد عملية التصويت في انتخابات تجرى وسط السخط والغضب الشعبي من ترد الأوضاع في البلاد الذي ترجم إلى إقبال ضعيف جدا في هذه المشاركة كانت بدايتها في التصويت الخاص ثم اتسع إلى دعوات المقاطعة التي استهلها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وينضم معنا في هذه التغطية في السوديو الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي ومن الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد معك أبدأ أستاذ كاظم ماجد من الناصرية مع إغلاق صناديق الاقتراع كيف رأيت نسبة المشاركة في الانتخابات في الناصرية مرحبا بكم وبقناتكم ومشاهديكم والكرام بالنسبة إلى عملية الاقتراع لهذا اليوم قد بدأت في الصباح الباكر التصويت في هذا اليوم عشر عشر عام 2021 حيث كانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا طبعا أنا أحد المراقبين والمتابعين لنسبة المشاركة بهذه الانتخابات وهناك أصدقاء داخل المراقبين يرسلون لي نسبة المشاركة ما بين ساعة أو ساعتين عند الساعة الثانية عشرة لم تصل نسبة المشاركة إلى عشرة بالمئة وتابعت هذا على عدة مراكز لم تصل النسبة إلى عشرة بالمئة وطبعا أكو تفاوت بين مركز وآخر ثم عند الساعة الثالثة ظهرا أعلنوا بأن نسبة المشاركة قد قاربت إلى 15% وعند الإغلاق وقبل قليل اتصلت بعدد من أصدقائي داخل المراكز وكانوا مراقبين داخل هذه المحطات وقد أعلنوا جميعهم بأن نسبة المشاركة قد بلغت 18% هذا الرقم لا يؤهل الطبقة السياسية للصعود من جديد لأن هناك رفض شعبي واضح من هذه الطبقة السياسية وعدم ثقة لهذه الطبقة السياسية لذلك نرى نسبة الـ 82% تقريبا قد قاطعت الانتخابات بشكل تام وقد أجريت جولة ما بين المناطق وبين أصدقائي وقد تأكدت بأن هناك غالبية عظمى لم يشاركوا في هذه الانتخابات لأنهم قد يأسوا من هذه الطبقة السياسية بشكل تام أيضا هناك مناحظة خرجنا هذا اليوم نحن المقاطعين بوقفة احتجاجية ولكن الذي حصل بأن الشرطة قد اقتحمت علينا في ساحة الحبوبي لماذا ترفض السلطات أي تجمع مناهض للعملية الانتخابية؟ هم يعلمون جيدا بأن نسبة المقاطعين هي كبيرة جدا وأن وقفتنا الاحتجاجية هذه قد تعزز من المقاطعين للعملية ربما هناك البعض متأرجحين بين الانتخاب والمشاركة وربما نحن نعزز بأن لا يقاطع هؤلاء وأن لا يشتركوا في الانتخابات وكنا قد أجرينا بث مباشر واتخالات وأجرينا وصورنا عدة فيديوهات ونشرناها على ألعاب طبعا الشرطة اقتحمت علينا على ساحة الحبوبي لأننا كنا قد خرجنا بمظاهرة رافضة للانتخابات ونحن لا نحترف بهذه الانتخابات وبنتائجها كونها أتت وجاءت لإعادة المعاد من جديد وأيضا معهم الكيانات الحديثة الناشئة والأحزاب الجديدة التي هي احتبرناها قد ركبت سفينتهم من الانتهازيين والوصولين والمتسلقين على أكتاب ثورة تشرين نقول للجميع بأن الشعب العراقي هذا اليوم قد أعطى كلمته وأثبتها من خلال عدم مشاركته بالانتخابات يعني بعدم هذه المشاركة وهذه النسبة التي أشرت إليها نسبة ضئيلة جدا أستاذ ماجد إلى أي مدى نجحت حملة المقاطعة الشعبية بالمشاركة بهذه الانتخابات نعم سيد الكريم نسبة المقاطعة المقصود منها هي سحب الشرعية الجماهيرية نحن نعلم بأنهم قد فصلوا القوانين على مقاساتهم وأنهم وفق القانون يمكنهم الصعود بأي نسبة ممكن لكننا نقول بأننا كدولة ديمقراطية السلطات تستمت شرعيتها من الجماهير من الشعب والجماهير هذا اليوم قد سحبت الشرعية الجماهيرية وأمام الملأ وعلنا نسبة المقاطعة بلغت 82% يعني الطبقة السياسية الآن غير شرعية ولا يحق لها العودة من جديد نحن اليوم قد بدأنا نفكر بإطلاق تظاهرات جديدة والنزول إلى ساحات التظاهر للمطالبة بتشكيل حكومة الطوارئ تمهد إلى عملية انتخابية جديدة وطبقة سياسية غير هذه التي حكمت البلد 18 عاماً وقد حاتث بالأرض فساداً دمار وسرقات بالمال العام وطاعفية والأجير والتدمير مناطق بأثمنها ومعادة الإرهاب هي قواتهم وميليشياتهم التي ضربت المناطق وخصوصاً أهلنا في المناطق الغربية بحجة أنها تقاوم الإرهاب الداعشي وهذه الميليشيات هي بحل ذاتها ميليشيات إرهابية نعم أستاذ كاظم ماجد الناشط في تظاهرات من الناصرية أعود إليك وأنتقل إلى الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي كيف ستؤثر عملية المقاطعة على شرعية البرلمان القادم؟ أستاذ نوري طبعاً هو تحدث بالصوام ماجد لأنه سيد عمر شرعية المقاطعة هي شرعية استورية نعم لأنه والمشاركة أيضاً هي حق دستوري الدستور كفل لكل عراقي المشاركة في الانتخابات وعدم المشاركة نعم المشاركة لم تكن إجبارية هي طوعية لمن يريد المشاركة المقاطعة هنا جاءت بدرجة المشاركة شلون بدرجة المشاركة؟ لأنه العملية الانتخابية التي أجريت بها اليوم الانتخابات هي مرفوضة من قبل التشرينين ومن قبل القوى السياسية أخرى لأنها تعيد إنتاج نفس المنظومة السياسية التي قادت البلد منذ 2003 إلى اليوم فبالتالي النتيجة بمعنى أنه الجميع أنا أقولها من جديد الجميع يقولون أن الانتخابات هي مطلب قانوني ودستوري وهي حق وبنفس الوقت هي الأداة للتغيير ولكن عندما تتوفر لها الشروط شروطها شنية؟ القانون الأحزاب قانون انتخابات عادل مفوضية انتخاب مستقلة صحيحة كل هذني المقاطعين أو المقاطعون ما شعروا بيها حقيقة موجودة لأنه قانون الانتخابات اليوم ما حدد هواي من الأمور بثغرات بثغرات كثيرة وكبيرة أهمها بالنسبة لي المعيار الوطني في العراق لا يصلح انتخاب مجلس نواب على الأسوس المحلية يفترض على الصعيد الوطني حتى تبرز لدينا قادات وطنية يكون عندنا مجلس نواب إلى أهلية وطنية مو محلية هم مو مهمتهم تقديم خدمات محلية هم مشرعين لقوانين مراقبين لأداء الدولة بسياستها العامة مع علاقاتها الدولية مع تنفيذ المشاريع يعني بسبب نقص الخدمات وما قامت به هذه الأحزاب من تجهيل المجتمع في حصر مهمة للنائب بتقديم الخدمات جعلت المواطنين ينظرون إلى النواب ماذا قدمت لنا هو ما يقدم لك النائب ما يقدم لك على مستوى الشارع النائب مشؤوليته أكبر يرسم لك خطوط عامة رئيسية على مستوى الدولة علاقاتنا ودول العالم علاقاتنا ودول الجوار الحفظ على سيادة البلد ومراقبة الحكومة في تأدية خدماتها للمواطنين فشوف القضية أكبر هنا أنا ما صارت أجدت المقاطعة بدرجة المشاركة أنا أسميها المقاطعة مهمة وطنية كبيرة علنوا عنها وناس هدفهم الحقيقي صنع التغيير والإصلاح لهذا المجتمع للأسف الشديد ما تحقق هذا يعني ما تحقق الانتخابات اللي مرجوة بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للناس اللي يبغون للإصلاح وتشرعت القوانين وفصلت عملية الانتخابات لعادة إنتاج نفس الأحزاب فبالتالي لابد من العودة إلى الجمهور إلى الشعب ليقول كلمته في نتائج هذه الانتخابات بداية هي المقاطعة نعم احنا من شارك بالانتخابات وهذه انتخاباتكم علاقتكم طلعتوا بيها شكلتوا 18% إذن احنا 82% 82% احنا الأغلبية نعم وما بطيناكم شرعيتنا راح تشتغلون بالبرلمان وفق القوانين اللي انتم شرعتوها مو اللي احنا نريدها احنا نجيوياكم ونقول لكم صوتنا على الدستور والدستور انطانا شرعية نقضكم ورفضكم وعدم انتخابكم واليوم ما انتخبناكم وانتم انتخبتوا نفسكم بس وما شكلتوا نسبة أكثر من هذا ربما يطرح سيناريو لتكرار سيناريو 2018 ومن ثم جاءت ثورة تشرين بعد ذلك احسنت رافضة لهذه النتائج بالضبط هذا الرفض هذا الرفض والمقاطعة هي حقيقة انه هي استعداد للتغيير استعداد للتغيير يعني اليوم على مجلس النواب الجديد الذي خرج بهذه الانتخابات ان كانوا حقيقة جاءوا لمصلحة الوطن عليهم النظر بجدية الى الاثنين وثمانين الاثنين وثمانين بالمئة الذي رفضوا المشاركة في الانتخابات ورفضهم لأنه لا قانون انتخابات عادل ولا قانون احزاب جيد ولا مفوضية انتخابات يطمئن لها المواطن فبالتالي هدفهم الاساسي يفترض اصلاح هذا الركاز الثلاثة لاجراء عملية انتخابات نزيهة لاجراء عملية انتخابات نزيهة ومن ثم يعني يأتي مجلس نواب ممكن يكون مهمته ممكن يكون مهمته اعادة صياغة او تعديل الدستور لطرحها في استفتاء شعبي للناس لانه احنا كنا نرجو ما بعد هذه الانتخابات ان كانت هي عادلة ومتساوية للجميع بمسافة واحدة مع الجميع نرجو من مجلس النواب الجديد يكون عند الاهلية بالتعديلات دستورية بكتابة دستور جديد احنا نريد تغيير حقيقي مريد تغيير سطحي مريد تغيير باسماء وعناوين يعني فقط على الورق وفقط هيك يعني ما بشوان هسا اليوم قاموا ويطقطقون بالصحاديات ببغداد هو احنا نريد تقطق صحاديات احنا نريد دستور يكتب جديد احنا نريد ضمانات للناس حقيقية نريد يحتفلون ويلمون الصناديق يقودونها بثكنات عسكرية هو هذا السؤال لماذا الجيش سوف يبدأ بنقل صناديق الاقتراع جول عبر مروحيات الى قواعد عسكرية لتحضيرها للنقل بعد ذلك الى العاصمة بغداد لماذا لا تنقل مباشرة الى العاصمة بغداد هذه وحدة من المشاكل التي استمرت في كل انتخابات لا وحدة من المشاكل التي استمرت في كل انتخابات اذا كانت الانتخابات عادلة لماذا القوف هي خوف من التزوير خوف من انه بالطريق يتم استهداف هذه الشاحنات او المركبات التي تنقل صناديق الاقتراع هذا المقصود ربما تتغير الصناديق في هذه القواعد العسكرية هو في طريقة النقل ممكنة جدا أليست المفوضية هي المسؤولة؟ ربما الجيش أو القوات الأمنية تقدم الحماية عمر هو نقل الصناديق من المحافظات إلى بغداد من المراكز الفرعية إلى المركز الرئيسي إلى المركز المحافظة ومن ثم إلى المركز الوطني كل هذه مراحل هي قابلة للخروقات قابلة للتغيير الصناديق بالكامل إذا كانت عن طريق الشاحنات أو عن طريق البر عبر الثكنات العسكرية أو مو عبر الثكنات العسكرية كان المفروض الانتخابات الالكترونية والأصوات تأتي إلى المركز الوطني الالكترونيا وكل مركز يعلن النتيجة بشيء مباشر يعلن النتيجة وخلاص بعد إن شاء الله تحرقوها قدام ممرتها هي دخلت بالفرز الالكتروني ودخلت بالفرز اليدوي وثبتت بهذه المراكز بمصداقية عالية بعد نقلها البغداد وعدم نقلها ما بي جدوى الجدوى الحقيقية هو التلاعب الهدف الحقيقي من هذه المحطات بالمثل الشعبي نقول سفينة من تكثر ملالي حتغرق المحطات النقل كل ما تزيد كل ما توفر الفرصة الأكبر للتزوير فإحنا نريد نقلل المحطات وقلنا الانتخابات يفترض أنه تكون الالكترونية ويفترض الناس تجي وتنتخب مباشرة وهذا يصير عبر الانترنت ومحصنة وشركات المفروضة رسمية وتنقلها بطريقة صحيحة يعني طريقة إلكترونية صحيحة وتعلن النتائج بساعات مو أيام حسنا يرادلهم يوم يودوها جمعها بالثقنات وفد يومين يلا ينقلوها البغداد يعني قالوا عشرة أيام وهاي العشرة أيام شا سوي أعود إليك أستاذ نوري حمدان أستاذ كاظم ماجد من الناصرية يعني ما هي دلالات المشاكل التي قالت مفوضية الانتخابات بأنها فنية في أجهزة الاقتراع إلى أي مدى يضرب ذلك ويهدد شفافية ونزاهة الانتخابات من المعروف سيد الكريم لأن ما حصل اليوم من تعطيل للأجهزة في المراكز الانتخابية هو أحد أبواب الفساد وأحد أبواب التزوير لهذه الانتخابات بالحقيقة كما ذكر الأستاذ هناك خروقات عديدة وأهمها لقل الصلاديق ولدينا معلومات بأن هناك صلاديق معدة قد جاءت من دول الجوار لاستدال أصوات الناخبين الحقيقية طبعا هذه قضايا موجودة آية لكننا ما نريد أن نقوله بأننا كمقاطعين نقول بأننا لا نعطي شرعية لهذه الانتخابات ولا نريد أن ننظر إلى نتائجها أننا حاليا نفكر بتغيير شامل نطالب بحكومة طوارئ لتحسيس عملية سياسية جديدة خالية من الميليشيات خالية من السلاح الملفليت يا أخي أي انتخابات تجرى وهناك فوضى سلاح ملفليت وشيوف بسلطة على الرقاب وعدم الالتزام بالضوابط التي تؤهل هذه المفوضية لإجراء انتخابات إلى أي مدى ممكن تطبيق ما قلته ما قلته سيد كاظم على الأرض في ظل الواقع العراقي المفوضية المستقلة سيد كاظم لا توجد مفوضية مستقلة المفوضية حزبية مبنية على أساس المحاصفة هذا ما يمكن هذه الطبقة السياسية من التزوير طبعا المفوضية بيدها كل شيء يمكن أن تزور الأصوات يمكن أن تغير الصلاديق أيضا هناك شروط لم تتحقق ومن ضمنها الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة لا تشارك هذه الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة شاركت بالانتخابات والأذرع المسلحة ذاتها هناك ميليشيات مسلحة لها مقاعد داخل البرلمان وكتل برلمانية قد شاركت في هذه الانتخابات هناك قوانين تقول بأن المشاركة يجب أن تبنى على أساس القوانين الموجودة لغرض رمان نزاهة الانتخابات وأحقية هذه الأحزاب لدخول المشاركة في العملية السياسية كل شيء لن يتحقق الانتخابات جرت في أجواء غير مناسبة في أجواء مشهونة هناك ميليشيات وحدثت إبناء خروقات اليوم في منطقة المنصورية في مدينة الناصرية صوب مدينة الناصرية حدث تصادم بين الأرهاب وأحد الميليشيات قرب أحد المراكز في منطقة المنصورية في صوب الشامية هناك تصادم بين القوات الأعلامية وميليشيا ما يسمى ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدر الصدر هناك تصادم حصلة في إيديانه كل هذه تؤكد بأن الحكومة هي صاحب ليس صاحبة يطولة وليس لها القرار ولا يمكنها أن تحقق الأمن والاستقرار بإجراء انتخابات مزيحة خالية من التزوير والفساد طبعا ضعف الحكومة هو بسبب غياب القانون وهيمنة الميليشيات وفرض سلاحها المنفلت على القرار الوطني كل هذه العوامل هي قد حعلت من المقاطعين وأعطتهم الإيمان الكافي بأن هذه الطبقة السياسية هي طبقة فاسدة وتريد الصعود على الأكتاف وبكل الوسائل نعم أستاذ كاظم يعني في سياق المقاطعة أستاذ مجد لديهم أدوات التصريح ولديهم السلاح وكل مقدرات القوة هل تسمعوني أستاذ كاظم مجد هل تسمعوني ستتعرض إلى عمليات تزوير كبرى وأحدها نقل الصلاديق عن طريق المروحيات من يضمن لنا بأن هذا الصلاديق من تتغير أثناء النقل الكل حاليا يقول بأن هناك نسبة المشاركة 18% وهي طبعا مشاركة غير دقيقة نسبة غير دقيقة ربما تكون نسبة أقل لكننا نحن بأن ما حصلت سنة 2018 أنا أكون الشريك في العملية الانتخابية وأراقب السير العملية الانتخابية نعم أستاذ كاظم ماجد أعود إليك أستاذ كاظم ماجد من الناصرية بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق قالت بأنه وأكدت بأن الإقبال الشعبي في المشاركة في هذه الانتخابات كان ضعيفا هذا التصريح إلى أي مدى يحرج البعثة الأممية وقبل أيام صرحت بلاساخارت بأنها سوف تكون النتيجة مقبولة إن كانت المشاركة مرتفعة أو غير ذلك هي مضطرة إلى القبول بهذه النتائج ألا تشير هذه النتائج الأولية بضعف الإقبال على مراكز الاقتراع بإحراج المجتمع الدولي بأن الشعب العراقي رافض لهذه العملية السياسية لهذه النخبة لهذه الوجوه التي تعود عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن نعم هي أشوف ما قالت هو صحيح لأنه النتائج ما تكون نسبة المشاركة ستكون مقبولة بالنسبة لبعتة المؤمن المتحدة وكذلك بالنسبة للقانون العراقي بس المشكلة وين مشكلة أنه رفض عدم أو العدم المشاركة النسبة المتدنية هي راح مثل ما تفضلت تسبب إحراج المن سبب إحراج إلى المجتمع الدولي شعبيا وراح سبب إحراج للحكومة والمجلس النواب المقبل أيضا شعبيا قبل الشعب العراقي فراح يكون يعني أي أي قرار حكومي أو أين أي قانون يشرع من قبل مجلس النواب هو راح يكون موقع الشك وموقع الرفض من قبل الشعب العراقي وراح بسهولة جدا يتم تأييده عالميا عالميا مو على الصعيد يعني أنا متى أتحدث على الصعيد مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية لا ممكن نحصل على نسبة من هؤلاء ولكن المكسب الحقيقي هو الشعبي الرفض الشعبي حتى العالمي يعني التأييد الشعوب العالم إلى الشعب العراقي الرافض لإجراء انتخابات بهذه الطريقة ومن هذا النوع راح يجعل حتى حكوماتهم لأن دولاك يعني الناس يعرفون شون يحجون يعني بصراحة يشخلين نقولها لما يبدون يتحدثون منظماتهم اللي يتراقب منظماتهم الحقوقية منظماتهم حقوق الإنسان راح تبدأ تشتغل بتقارير تنعكس على أداء أداءهم السياسي كسلطات شون يتعاملون مع النظام في العراق أو الدولة في الحكومة ومجلس النواب في العراق وهذا يخلق ضغط حقيقي اليوم المقاطعة تختلف تماما عن العزوف يعني شوف عام 2018 كان أكو عزوف كبير والعزوف الكبير للشعب العراقي سببه كان شنوه نقص الخدمات تردي أوضاع المعيشية للناس على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الأمني تدهور الأوضاع السياسية البلد كله ما مرتاح بالتالي عزفوا عن المشاركة في الانتخابات فكانت مؤشر سلبي اتجاه المنظومة السياسية اللي تقود البلد أمام العالم على اعتبار أنه شعبكم عزف عن المشاركة في الانتخابات لذلك أكو أسباب اليوم تختلف التعامل يختلف اليوم أكو إعلان مقاطعة مو عزوف لا أكو إصرار شعبي على رفض أكو إصرار شعبي على الرفض فليش أقول الآن اليوم المقاطعة تأتي بمستوى المشاركة لأنه إحنا اليوم بالانتخابات أكو خلي نقول جمهورين جمهور راح يشارك ويقول هاي العملية السياسية أنا عاجبتني وجمهور رفض المشاركة وصوت بلا وكلا ولن لأي تأييد ولن نؤيد هذه نتائج هذه الانتخابات فبالتالي إهدان الجمهورين إش قد نعكسه من 18% لل 82% هذه المشاركة إهدان الجمهورين هنا صارت أكو نوع من التوازن مو عزوف رجع أأكد مو عزوف إعلان مقاطعة منظمة داعين لها شباب نظموا أنفسهم بكتل سياسية جديدة في مجلس في انتفاضة تشريم لا مع قوة سياسية كانت لدها دور ومشاركة في العملية السياسية ب2018 وما سبقها اليوم أكو منظمة يعني مقاطعة منظمة يعني إعلان واضح فعلى العالم على العالم بكل مؤسساتهم الرسمية وغير الرسمية النظر بعين حقيقية وبجدية إلى هذه النتيجة هذه النتيجة طبعا أنا بالنسبة إلي مهما تكون النتائج في أعدد المقاعد للكتل ما يعنيني هذا أنا ما يعنيني منه سين أو صاد في مجلس النواب صعد من مجلس النواب من خلال النتائج انتخبت لا أنا اللي يعنيني المفوضية تكون صادقة في إعلان نتيجة المشاركة نسبة المشاركة لأنه نسبة المشاركة الطيني نسبة الرافضين نسبة المقاطعين فنسبة المقاطعين ذولة مو خارجين عن الدولة ذولة أبناء الدولة ذولة يردون إجراء انتخابات مو بهذه الطريقة يردون قوة سياسية تأتي أفضل من هذه القوة السياسية الموجودة ولكن شافوا القوانين الموجودة اللي تجري بيها الانتخابات العاملية الانتخابية هذه النتائج المشاركة تعكس بأن الطبق السياسي في العراق تعتمد على الدعم الدولي والخارجي وليس على المشاركة الفعلية الشعبية في العراق هو بالتأكيد يعني شوف هم النتائج المؤسسات الدولية العالمية تتعامل ويا الدولة وفق من وفق قوانين هذه الدولة يعني هم شرعوا قوانين قانون انتخابات وقانون أحزاب وقانون مفوضية انتخابات يلائم الأحزاب ويفرز نتائج لصالح هذه الأحزاب فبالتالي الأمم المتحدة أو أي دولة أو أي منظمة دولية تتعامل مع النتائج وفق القوانين وفق هذه القوانين ولكن احنا اليوم لازم نوقف وقفه ونقول لا المفروض التعامل يختلف التعامل الآن أصبح مختلف ليش أصبح مختلف لأنه اليوم اللي مشتركه بالانتخابات مو عزوف اعتيادي أكو عزوف اعتيادي يعني بكل العالم مقاطعة منظمة كل يوم مقاطعة منظمة بالتالي هذه المقاطعة المنظمة هي إرادة سياسية وهذه الإرادة السياسية يفترض أن تأخذ مجالها في الأيام المقبلة هس تراح يوم يشكلون قوة معارضة ممكن تكون ممكن تكون أكون معارضة ومعارضة رسمية بالبلد يعني هو اللي قاطع ليش قاطع؟ لأنه النتيجة ما راح تكون ملائمة هل يسمح لي أن تكون هناك معارضة حقيقية وفق الدستور نعم وفق الدستور ولكن وفق الواقع هو وفق الواقع حسا قبل ما تطلع لإجراء الانتخابات جمهور الأحزاب أو ما أمارد ألوم جمهور الأحزاب ولكن المتحزبين بدوا يتهمون المقاطعين بخذان العراق بخيانة العراق أنا أقول بالعكس ليش أتهم اللي يريد يكون معارض هو خائن ليش خائن؟ أنا عراقي وآني همي مصلحة الوطن همي قضية العراق فبالتالي أنا أعتقد أنه المعارضة للأحزاب والقوة التي تقود العملية السياسية اليوم بهذا البلد إدارة هذه البلد ما تصب بمصلحة الوطن خوب وين أروح؟ شا صير؟ غير صير معارض نعم وهذا أمر الطبيعي في الدول الديمقراطية في كل العالم بدقيقة أستاذ نوري حمدان هل ترى بأن هذه الانتخابات هي الأخيرة في عمر العملية السياسية التي أنشئتها في هذه العملية السياسية؟ في هذه العملية السياسية في ظل هذه الوجوه طبعاً هي الأخيرة كيف؟ لأنه هذا أشوف سحنا في 2018 نعم كان أكو عزوف كبير نعم وهذا العزوف الكبير أدى بشنو؟ أدى بانتفاضة شعبية كبيرة جداً جاءت يعني هي مو غير منظمة ولكن جاءت بالفطرة أكثر من ما هي جاءت في التنظيم نعم هسا اليوم اختلف الوضع ليش اختلف الوضع؟ اليوم عندنا مقاطعة منظمة داعين لها وناس معروفين واضحة المعالم بالتالي سهولة قيادة الجمهور الرافض سهولة في الالتفاف حول المقاطعين بالتالي تنظيم احتجاجات وانتفاضات جديدة قريبة جداً أتوقحها ومو صعبة إذا ما تم قمحها بقوة السلاح واتهمهم بالخيانة نعم الأستاذ نوري حمدان الصحفي والكاتب السياسي العراقي كان معنا وامن الناصرية كان معنا كاظم ماجد الناشد العراقي شكراً جزيلاً لكم أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه التغطية شكراً لكم وإلى اللقاء بإذن الله شكراً لكم اشتركوا في القناة